اشتركوا في القناة المؤسسات الحكومية إلى الخدمات الإلكترونية حيث تم تقديم 19 ألف خدمة حكومية بشكل إلكتروني وهو ما سهل كثيرا على المواطنين كما تم تطوير منظومة إلكترونية متكاملة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي أتكلم عن الجهود التي قامت بها بالتعاون مع كل الهيئات والوزارات في مملكة الوحرين للتعامل مع القرارات الصادرة في خصوص التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة في مراكز تقديم الخدمة مثل ما نعرف كثير من الوزارات الحكومية اليوم تحولت بشكل إلكتروني خلال الفترة الماضية بنسبة 100% وزارات يمكن قدمت خدماتها بنسبة 80% أو 70% هناك تحول جذري في التحول الإلكتروني لعدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أساسي على سبيل المثال مثل ما شفتوا القضايا المعروضة على المحاكم تم تحويلها بشكل إلكتروني مأبل ما بدءا من تقديم الدعوة للمرافعات إلى الاستماع إلى الشهود أيضا النطق بالحكوم والاطلاع على تفاصيل الدعوة كذلك طبعا عندنا خدمات كثيرة في الدارة العامة على سبيل المثال للمرور عدد من الإدارات العامة في وزارة الداخلية